من أبناء هذه المدينة الكريمة معظمهم كانوا في الجبهات ومعظمهم كانوا يقاتلون في الطاغية عندما يأتي القتال فيما بيننا فهذه طامة كبرى يا سيدي كريم هذا السبب أنا قلت لازم تنحل جميع الكتائب وإلا يحطوننا قوائب يا سيد سلم ناتجهت للقعقاع لا 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 ركزت القعقاع لأن القعقاع يضم معه كتائب من الأزلام من الكتائب القديمة والآن هم الذين صروا شرعية ويحموا في الحدود الآن الحدود منفتحة نحن ضد التهدياء وضد دماء ولكن دم ليبي أعز علي من أن يستمر على هؤلاء الذين يأتون بالفتنة يا شيخ سالم قد يكون هذا الأمر من حضرتك لكن هل حضرتك تضمن كل أبناء الدروع يعني من اللي قتلهم لاربعين شاب اللي حضرتك تحدثت عليهم توا من اللي قابلهم بالرصاص في مدينة بنغازي في منطقة الكويفية إنعم 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 سؤال سؤال جيد خليين كمل لك خليين كمل لك هؤلاء اللي تحدثت عليهم وشاركوا في الجبهات يعني هذا هذا كفاء الأم والأخت والزوجة اللي دفعت بهم من أجل تحرير ليبيا أنه هو يجيه صبي يقدام كتيبة من كتيبة الثوار من الدروع ويقتل أمام الكتيبة حتى إن كان فيه مندسين بينهم هل يعقل أن يستخدم التائر بلا وعي أنه هو يقتل أبناء الوطن بسهولة جدا وبعدين هذه كانت شكاوي متكررة من المواطنين أن هناك تجاوزات من الدروع كان حضرتك تضمن روحك ببالتأكيد مش تضمن كل الناس يعني صح والله شيخ نعم القتال اللي حصل نعم بارك الله فيك هو هو الدم اللي سال في بنغازي والله لو لا علم علي أبناء هؤلاء العائلات والله نابكيت دم في مدينتي وفي بيتي عندما سمعت إن قتلوا أبناء من مدينة بنغازي أمام الدرع واحد ليبيا ولكن اللي تحمل هذه المسؤولية الدولة اللي عطت شرعية للطوار ونزعتها منهم لأن درع ليبيا احتبروه شرعي ثم قالوا غير شرعي درع ليبيا حمى الانتخابات ودرع ليبيا حمى المنطقة الغربية والجنوبية درع ليبيا هم الذين لبستهم هاي اللباس نحن عندما نقصد أو ندافع لا نبكي على نبكي على إن درع ليبيا خشوا عليه الناس عندما لكن نشوف الفتنة يقولون إن الفتنة لفبنغازي إن وراءها فدرالية ووراءها 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 كتائب تبع لقطر هذه هي الفتنة لأن الفدراليون مهما علوا أصواتهم فمنهم رجال ومنهم نساء يقولون في الحق يقولون في كلمة كان الفدرالية يقصدون بها هي التنظيم الإداري فنحن نعمل التنظيم الإداري فإما لكن إن كانت الفدرالية هي التجاهوي وهي التي تتقسم البلاد فنحن ضدها أما يحطون الفتنة إن الفتنة في بنيغازي بين فدراليين وبين ماليشيات غير شرعية هذا غير صحيح اللي ساهر في بنيغازي إنه في حرب عشواء على الكتائب وعلى الثوار نعم نعم نحن كثوار شوهنا أنفسنا عندما ضمينا أشخاص ليسوا في الجبهات عندما ضمينا أشخاص من الأزلام عندما ضمينا أشخاص لا ينتمون للثورة أي بصلة نعم نحن عندما شوهنا هذا الموضوع والدولة تعطي في شرعيات عندما تقول درع الدرع ليس مسؤول عليه الشخص ويسام بلحميد وساد بلحميد مسيطر على درع واحد بس أما الكتائب الدرع الأخرى كل شخص مسؤول على درع متاعه لذلك نحن مع التحقيق الفوري وعرف ماذا جرى في بنيغازي والذي عليه دم يحاسب نحن نعم نحن ضد محاسبة أي واحد يقتل دم ليبي ولكن أنا أحمل المسؤولية للدولة الليبية أن تهتم بأبناء هؤلاء الذين سقطوا أن تهتم بهم ضروري لا تطلع تنعي وتقول عليهم شهداء لأن قالت الشهداء لأبناء 96 وفعلت شيء وقالت أبناء وقالت شهداء لـ 16-17 فبراير لإلى الآن لم تفعل شيء وقالت شهداء لمسجر بوستريم اللي يشهد على العالم وإلى الآن لم تفعل شيء يا سيدي لا تضعكون على مشاعر الناس مشاعر الناس نحن أصدق للناس للناس نحن وطنيون تقصدنا نحن أو لا تقصد من يعني تقصدنا نحن يرحقوا علي مشاعر الناس لا 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 ما أقصدق يا سيدي أنا أقصد أقصد نحن غير نبوك لأن الإصدار هي كاميرا نعرف شهري لكاميرا الكاميرا ترسل الشعب الليبي أنا أحرك مشاعر أن أقصل الحقيقة للشعب الليبي نبوك تهدى يا شيخ والله نحن مقدرين الحمقة اللي فيها وحمقة الحق والله يا شيخ دمي تيروهم يا شيخ والله هادي والله رجعت إلى محلاتي رجعت إلى عيالي ولكن خداء هذا الوطن أنا خداء هذا الوطن ولكي ينعم الوطن في أمان أنا بايع نفسي لهذا الوطن أنا أبيع نفسي حتى ينحلل الكتائب كلهم وينعم الشعب الليبي في أمان يا شيخ سالم نحن توم على الشيء نحن من أجل استقرار ليبي أنا بناخده منك عهد أن الأمر يعني ما نبوش تصعيد ما نبوش احتكام للسلاح حولنا نبو بصوت العقل والحكمة وبكتاب الله وسنته تحل كل هذه الأمور بدون ما نتجه للعنف والقوة الله يفتح عليك يعني نبو منك بس نتعاهدنا بهذا الأمر لأن تصريحات حضرتك يا شيخ نعاهدت نفسي أمام الله وأمام الشهداء وعائلات الشهداء أنا حلفت نفسي أني لا آخر منصب ولا أستلم شيء أنا في خدمة الشهداء الشهداء أهينوا الشهداء صعدوا على رقابيهم الشهداء تهكوا أعراضهم الشهداء والله لم يفعلوا لهم شيء يا سيدي أنا في خدمة أهالي الشهداء أنا أموت لأن الشهداء أعطيتهم عهد أن ينكمل المسير مطلب الشهداء هي تحكيم الشريعة في بلادنا مطلب الشهداء أن يعمل أمن والأمان في ليبيا مطلب الشهداء كان واضح ليس أن تدربهم وترسلهم إلى دول غربية ليس أن تعطيهم فلوس الشهداء ليس أن تعطيهم اللي يقدموا في الثورة أنك تعطيهم مناصب نحن ما ننبوش مناصب خذوا مناصبنا خذوا ما قدمناه للثورة ولكن لازم الشعب الليبي ينعم بأمان نا مع المنطقة الشرقية تنعم في أمان وإلا طرابلس خاصة قعقاع هذه الكتيبة نا أقولها ورقيبي الله نا لست زعيفتنا ولكن كتيبة القعقاع إلى الدولة الليبية لازم أن تنحل إلى أسبوع القادم وإلا يخرج للقوائم تعد القعقاع ونحن مع حكم الشارع وحكم الليبيين شيخ سالم هو يعني كلامك كله يعني فيه واضحة جدا الحمق على الوطن وعلي راحه وعلي مازال حقهم موصلش ومع الاستقرار والأمن بس يعني أنا ما نكش شايف أنه هو الناس بيجتمعا بالأمن والأمان إذا كانت في هذه المنطقة الشرقية ودرنا وحضرتك من الناس اللي موجودين غادي ورجل سيابة المجال العسكري واتجاهة الحياتك المدنية ورفضت حتى نوت من المجلس الانتقالي وكل هذه الأمور يعني ورفضت رتبع أسكرية بس نحن نبقى منك توا دعوة دعوة لكل من يحمل السلاح إن كانت القعقاع إن كانت كتايب أخرى إن كانت دروع إن كانت أي تشكيلات مسلحة اللي الشعب اللي بي خلاص مع الشيبي غير يشوف جيش وشرطة شونه تقول لهم وفي هدوء شيخ سالم والله نحن خايفين عليك بس يعني يرتفع الضغط عندك ولا حاجة نبقى تقول في هدوء دعوة الحمد لله لا الحمد لله نحن الضغط وتعنا ضغطة وطني يعني إن شاء الله مثل الله شيء يعني ربي أطيك الصحة دعوة لكل الثوار خوتك خوتك الثوار يا سيدي أنا أقول لك صراحة نحن ومشكلتنا عندما قامنا بالثورة التفع علينا الشعب الليبي كله لأنهم كانوا مطلبهم واحد ورأيتهم وحدة وفكرتهم وحدة ونبقى يرتفع عليك تقول بعض كتائب الثوار شرياً ذمم امتعاتهم شرياً ذمم امتعاتهم باعوا القضية الحقيقية يا سيدي صراحة عندما يأتون ويقولون أتيتم بالعزل السياسي بقوة أنا لم أصعد لطرابلس ولم أحكي على العزل السياسي ولكن العزل السياسي كان مطلب حقيقي للثوار والشهداء ولأبناء الشهداء هذا مطلبنا يا شيخ عندما تأتي العزل السياسي نحن لم نقول لأي شخص خدم معمر أن يموت أو يسجن هذا كلام مردود ولكن الذي خدم مع معمر أن يؤخر شوي فرصة الآخرين أسمع يا سيدي إن ليبيا ليس وقفة على الذين كانوا مع معمر ولا الذين كانوا في السجون الليبيين لهم دماء جديد يستطيعون أن يبنوا الدولة بدون أي تدخل دول خارج ليبيا اللي أبناء ليبيا شباب ليبيا المتعلمين هم الذين قادرين يوجد بعض التفاصيل ويوجد بعض ما تريد أن تذهب إليه ليبيا ولكن شفت في بعض العناد اللي يقوم به بعض أعضاء المجلس أو بعض رئاس الحكومة عندما تتجاهل مطالب عامة الناس من جنوبها وشرقها وشمالها عندما تتجاهل بعض مطالب مجالس المحلية مجالس المحلية يتمثل في أبنائها لماذا لم يرعوا إليها ويأتوا بيها ما يقومون لهم نعم سيد سالم أنا بنرجع بحضرتك سيد سالم بوضوع درنا يقال أن هناك في مجموعات من يكفرون الناس ويحملون السلاح ويهددون ويروعون الآمنين لماذا لا يكون هناك مبادرة أيضا للتعامل مع هؤلاء بحكم أن حتى حضرتك موجود غاديين أنت حضرتك خطير دي ما تتلم بتلم وترد علي درنا وتبي تجرني أن نقول لك في جماعة متطرفة تكفيرية لكن نحكي لك علي ساير الحقيقة اللي سايرة في درنا نحن جبنا وجميع وجبنا جميع ما يهدئ درنا والأعيان عندهم علم بذلك ويشهدون على ذلك أعضاء مجلس المؤتمر عندهم ذلك ويشهدون على ذلك مجلس المحلي درنا يشهدون على ذلك جبنا الحل اللي يناسب درنا ويحقن الدماء ويحقن المشاكل يا سيدي الدولة كرمتنا وأقول لك يا سيدي نحن حكينا لهم الدولة كرمتنا بالمجرمين الذين عذبوا وأفسدوا في الأرض فساد إن كرمتهم في مناصب يا سيدي والله نحن نطلب مستحيل نحن نطلب في راحة بلد يا سيدي الذين دخلوا درنا وعظوا فيها الفساد هم الذين كانوا في من يمسكونا درنا يعني الآن هم مسكين خارج درنا يعني نحن نضد والله نحن أنا كشخصي أنا ضد القتل والتصفية والتفجير والله أنا نحب أن البنات والشباب ينعمون في أمن وأمان في هذه هل تعلم يا سيدي إن بعضك تائب هل تعلم يا سيدي يقولون عندما يمسكونا بعض الأشخاص يقولولهم يا جرذان يا سيدي نحن عندما نزعنا العلم الأخضر نزعناه بالصدور يا سيدي ولكن بعض المدن نزلتها من فوق يا سيدي نحن والله نحن نحن نحب ليبيا ونحن وطنيون ونحن نبايع وندير ميثاق إنه لا يصفق دماء لأنه عندنا مطلب واضح نحن لا ننتزايد على أحد نحن لا نقول نحن أحسن من فلان والله نحن طلعنا قبل فلان بالعكس اللي قام بالثورة إنعم هم الشهداء نحن خضينا الصدعة نحن انشهرنا لأنه شهرون هم الشهداء وشهرون الشباب ليكونوا معنا في الجبهة من يعرف سلم دربي إذا لم يطلع معهم هضم الشباب درنا وشباب جميع المدن سلم دربي خضت سهرة من هؤلاء الشباب أنا لا أدعي أني مثلا تنطعت والله تصعدت على أبناء الشهداء ولكن أبناء الشهداء هم الذين يحكونا عندي أمانة في رقبتي يا سيدي أنا قتل يلايا في 96 أبناء شهداء 96 وقتل يلايا 17 فبراير أنا لميت لك جميع الجروح شربت من قدح واحد يا سيدي أنا أحكي لك ماذا يجري في ليبيا والله اللي يجري في ليبيا والله معظم الأخبار تأتي عكس ما يأتي في الحقيقة يا سيدي نعم يوجد في مدينة بنغازي تفجيرات يوجد في مدينة درنا تفجيرات ويوجد بعض الجرائم ولكن لا ترجع تتهم بها نحن أتهم بها الدولة يا سيدي لا سيدي سالم سيدي سالم نحن نحلينا نريد جيش وشطة نحن نريد جيش وشطة تقعد واضحا في الرأي يا أبو دربي يا أبو دربي بو دربي غير أسمعني يا أبو دربي أبو دربي راح أتنارى درنا غالية عليها رأولية فيها ذكريات في الشلال وفي كل مكانه وفي تايح والساحل وباب طبرق وباب شيحة والفنار وكل المكانات هذه نعرفها راح أتنار من عشاق درنا ونعرف أن حضرتك نحن لا نتهمك ولكن لهذا كان هذا اللقاء معك شكرا لك شيخ سالم وبرك الله فيك وربي كثير من أمثالك نبو كل الناس يكون عندهم من يحمل السلاح يكون عندهم هذه الغيرية على الوطن وأنك أنت تقدم الخوطة